اشتركوا في القناة رفقة سبع اخرين امام مواكل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء امسي الخميس والذي بدورها حالهم على قضي التحقيق لاستكمال مجرية القضية وحسب ذات المصادر فان العملية تمت بعد اكتشافها بعد الاشتباه في حركة سبع مسافرين عثر على كمية كبيرة من الذهب في امتعاتهم وتم تورط الشرطية الموقوفة بعدما تبين انها لا هيد في القضية لاستمح بتمرير المسوغات محل الجريمة وتهريبها الى دولة الامارات الشرطية الموقوفة وبعد التحقيق معها انكرت التهم المنسوب اليها واعترفت انها فتشت المسافرين بطريقة عادية اشتركوا في القناة